هل ما يجري اليوم هو ما كان يجري بالأمس وأن الرطوة السياسية اليوم يجب أن تكون مستعدة لتحمل هذه الأخطاء وقد حل وقت العقاب وهذا العقاب هو نتاج طبيعي لما جرى هل تجد الصورة بهذا الشكل؟ أولا شكرا جزيلا أنا تتمنى بصراحة أن يكون هذا اللقاء في أجواء أخرى غير هذه الأجواء يعني قصدي أجواء رضا شعبي عن حالة تنامي وازدهار البلد بحكم ما لديه من إمكانيات وخبرات وطاقات شبابية وإمكانيات حتى مادية خصوصا إحنا انتهينا من حقبة داعش المريرة وبالتالي الناس ماذا تنتظر بعد ذلك الكابو الزال فلابد من البدء بعملية تنمية ورخاء لكن للأسف الحالة اللي دعنا نشهدها هي حالة أخرى ما يسعنا بطبيعة الحال إلا أن نكبر كل الجهود التصحيحية اللي ده تبذل من قبل المتظاهرين السلميين من قبل الأمهات النساء الشباب كل أولئك اللي رفعوا شعار في سبيل تحقيق الاستقرار وبناء بلد قائم على أساس احترام بعضنا لبعض الآخر قبل كل شيء طبعا الدماء الزكية اللي سالت وللأسف أقول يعني هي كل ما هناك ممارسة سلمية جرت لكن نتاجها ما لاحظناه من حالات الاستشهاد اللي تمت سواء من قبل المتظاهرين وحتى من قبل الأجهزة الأمنية هذا كله ينطفد انطباع بالنسبة للجميع على أننا لم ننضج إلى حد اللحظة في فهم الآخر وفي الاعتبار للدروس السابقة جنابك بديت في مسألة مهمة اللي ينبني على خطأ نهايته خطأ لمن لا يسمع الناس ما يقال لهم أننا أخطأنا ولابد من عملية التصحيح وأن هناك عفوا استهتار في الوضع السياسي مو فقط أخطاء طبيعية إذا كانت الأطراف السياسية تعتقد أن الحيف والظلم لمن يقع على طرف بعينه وما أصابه وهو في مأمن هو مخطئ اليوم أدرك أنه مخطئ لأن ما يصيب بعضنا يصيب الكل يصيب البلد كنا ندفع ضريبته حتى الناس دي يدفعون ضريبة أخطائنا المتراكمة ولطالما كنت أقول لشركائنا إذا إحنا بياناتنا كوسط سياسي نشتغل بالجانب السياسي ثقتنا ببعضنا غير متكاملة شعورنا بالحيف والظلم متحقق كيف يمكن أن يستشعر الناس البعيدين عن أوضاعنا وعن تفاصيل وضعنا بالأمان والاستقرار والأمن حضرتك واحد ممن وقع عليهم غبن يعني هذه المسألة معلومة والطريقة اللي يتم بيها إبعاد حقك وحقي وحق الآخر هي طريقة سافرة مو مبنية على أسس قانونية ولا مبنية على منطق وبالتالي ما الذي يتوقع أولئك الآن مثلا وصلوا بالتزوير واللي شكلوا حكومة أيضا على أساس محاصصي واللي بدت عمليات الفساد المستشري من دون رادع ومن دون حساب وعقاب كيف نستطيع أن نقنع الناس إذن المسألة متعلقة بمنظومة سياسية إحنا مو براء منها قد نكون جزء من عملية تركيبتها ولكن الحقيقة اللي نعتقد أن الموضوع يدعو إلى وقفة جادة وإلى حلول مترقيعية مثل ماذا نلحظ الآن في إجراءات ممكن يقوم بها مجلس نواب أو تصدر من الحكومة قد تكون إلى حد معين بسيط تسويقها أكبر من حقيقتها لكن بالنتيجة مؤمن تماما أن الشعب اللي يخرج واللي يطالب بالإصلاح لن يرضى بهذه الإجراءات إلا بوقفة جادة